المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية الدكتورة إيلينا سبونينا أهلا وسهلا بك معنا دكتورة إيلينا سأبدأ معك من تقرير دراسات الحرب في واشنطن الذي قال بأنه كشفت الأقمار الصناعية عن سحب روسيا كامل أسطولها من قاعدة طرطوس هل هناك رد على هذا التقرير من جانب واشنطن؟ نهاركم سعيد لا توجد ردود رسمية ولكن توجد تسريبات في وسائل الإعلام قريبة من وزارة الدفاع الروسية وأنا عارف أن مصادر هذه الوسائل هؤلاء الصحفيين هي موثوقة وهؤلاء المختصين يتكلمون حول إجراء المناورات البحرية في منطقة طرطوس ونعم هذه المناورات إلى علاقة بالتصعيد في شمال سوريا ولكن هناك النفع القاطع لشائعات حول انسحاب السفن حربية روسية من قاعدة طرطوس هناك الحديث أنه بالفعل كانت في حركة معينة ولكن هذه السفن قد عادت إلى نقطة الارتقاظ في طرطوس وما زالت موجودة هناك وهناك تهم موجهة الآن لفرنسا لأمريكا لأن أكثر شيء هذه الشائعات الآن تنشر في صحب فرنسية ومراكز أمريكية أيضا بأنها تضخم هذا الأمر والرد واضح أن روسيا لن تتخلى عن وجودها في سوريا نعم طيب وجودها في سوريا هل سيبقى مرهونا بوجود الأسد يا سيدة إلينا لأن التقرير الذي قرأناه قبل قليل من النيويورك تايمز يقول أنه ممكن يكون في استمرار للقصف الإسرائيلي لمحاولة إبعاد الأسد عن إيران طبعا إذا كنا نتحدث عن القصف وأساسا فيه سيطرة جوية روسية على الأجواء السورية هنا موقف روسيا مثل هذه الأخبار التي تأتي وبقائها في سوريا إذا كان مرهوم بوجود الأسد من عدمه ما هو المشهد أمام ذلك؟ أنا أعتقد بأن إسرائيل لا تأمل بأن نتيجة قصفها على سوريا ممكن أن يكون إبعاد إيران من هناك فهذا وهم فإذن إسرائيل تقصف مواقع إيرانية ولبنانية أيضا الحديث عن حزب الله في سوريا فقط من أجل إضعاف النفوذ الإيراني هناك أما بالنسبة لقطع العلاقات ما بين سوريا وإيران فأنا أتفق مع رؤية بأن هذا الأمر الآن أصبح أصعب بكثير وشبه مستحيل هنا في هذه المرحلة سيدة إلينا كيف ممكن أن يكون موقف روسيا إذا كان الأمر مرتبط بقطع العلاقة يعني كل ما يجري الآن هو لمحاصرة روسيا في سوريا ولخروج إيران من سوريا تصور روسيا في موضوع وجود الأسد من عدمه في هذه المرحلة أو المعركة التي تدور هل ستبقى واقفة إلى جنب الأسد كشخصية الرئيس بشار الأسد أم ستكون هناك تغيرات على الأرض تبحث من خلالها روسيا لمصلحتها في البقاء في سوريا روسيا ستقدم مساعداتها لحكومة سوريا وهذا واضح جدا بنسبة لأشخاص فهو الشأن السوري الداخلي الآن أكيد أن روسيا ستقدم مساعداتها لرئيس أسد ولكن الوضع هو مربك ومعقد للجميع الآن حتى للتركيا رغم أنها نجحت في تغيير المعادلة على الأرض فحتى للتركيا الوضع ليس سهل لإيران لروسيا كمان أنتم ذكرتم مدينة خان شيخون أقول أنه أنا منذ بدعة سنوات زرتها مباشرة بعد ما استعادت لحكومة سوريا وزرتها بمرافقة ضباط روس أعترف بأنه لا أحد وقتها كان يتصور أن الأمور ممكن أن تتغير 180 درجة هذا ما كان في زهن القيادة العسكرية الروسية أبدا فهي ما حدث وما حدث شكل مفاجأة كبيرة الآن لا يوجد حلول سهلة ونحن نقول بأن صفن روسية موجودة في ميناء ترطوس ولكن ميناء ترطوس وقعدة حميمين كل هذا لا يبعد كثيرا عن مكان معارق فإذن الوضع ليس سهل أنا برأيي الرهان لازم يكون ليس فقط على حل العسكري ولكن أيضا على الجهود الدبلوماسية المبزولة نعم